موسيقى شلق المي وهي لهون والبيت اللي بجبه هاته هون هاي صورة لأيدي أنا هون هذا انت اوكي وهدولة أنا بدي حط هلا أهم تنين هاي مها ومازن مها ومازن الأحفاد مها ومازن الأحفاد الأحفاد كانوا كانوا يوصلوا يجوا لهون بس كانوا ما قدروا شي يجوا بس يعني تأخرت هاي متصورينها بالزبط عند هاي النافورة هاي البحر هاي البطل على جارة هون يعفا يعني وهدول كلهم على فكرة كلهم من أجلتنا ودائما إحنا نلعب هون فيها نعم منقدر نشوف صورة نوفا هاي صورة تانية متذكر ايش معنى نوفا نوفا الاسم حكينا اوكي معناها نوفا هو اسم عربي أصيل وليس بدوي ومعناها المرأة الطويلة الحسنة المظهر وهو أيضا معناها نوف اللي هو العلو والارتفاع طويلة كانت هاي طويلة الليديز الطوال هادول هادول هاد بس فيه شغلة مهم انه هادول اللبس اللبس مش بس هيك بالصور هادول في عمان كلها من هم اللي كان اللي هم بيعملوا هادول بيعملوا الصور الارمن 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 لا انا بذكرك انا موجود لأذكر نعم لانه هادول كتير مهمين يعني الصور اللي بيعملوهم هادول حتى الصور الملكيين والملك حسين يعني دائما معوا واحد مهم الارمن كانوا اول من بيجيبوا كاميرات واول من ابتهنوا باحتراف التصوير طلع صورة اشي مش طبيع لانه جزي رايدية بدي اقول لك شغلة الشغلة يا سيد زيد مش بالحكي الشغلة بالافعال وانت قدمت كتير لهاي البلد عن جد عم بحكي الله يطول بعمرك يا رب تسم هاي بدنا بدنا الناس بدنا يشوفوا بدنا يشوفوا نوفا نوفا هايوها كل بيسأل عن نوفا تتذكر إيش أحلى ذكرى لإلك بهذا البيت شوف يعني اتعارف على فكرة إحنا بيت جدي أنا والأكبر إحنا موقع التاني أنا وبيتي أنا هلا بيتك انت اللي هو بيتي هون next door لهذا هاي وبعده البيت التاني هذا اللي هوها جارة أيوه السوق السوق هتعارف صار مشاكل وهذا محبوش شغلة بالشارع وبعدين مشيت الفكرة مش يعني لا يمكنوا يعملوا شي يزعلوا لي لأنه هاي بيتي ملزق بالشارع بالشارع اشتركوا في القناة